الحوار الوطني قالوا انه هم الحقيقة عاملين حوار في مصر وبيحاولوا يتحوروا ويتكلموا على مستقبل البلد ناس كتير شاركوا في هذا الحوار وتحدثوا ان دي محاولة للتغيير وانه لازم يا جماعنا تقاطع مع اي فرصة سياسية حتى لو السلطة اللي بتقدم لنا الفرصة دي يوم بعد يوم بدأت تظهر انتقادات للمشاركين لانه الحياة محدش بيخرج المفاجأة انه شخص مواطن مصري شاب الحياة ليه اصدقاء كتير قوي مشاركين في الحوار الوطني في ناس من اللي بتعد جلسات مع ضياء رشوان وناس في الحوار الوطني تعرف كويس قوي مين هو معاذ الشرقوي وتعرف كويس قوي ان الشاب ده مختفي فوق الاسبوعين دلوقتي وتعرف كويس قوي ان هم بيعدوا مع ناس ممثلين عن السلطة اللي ابضى على واحد صاحبهم وويه مخفية قصرية فاحنا الحياة النهاردة بنتكلم عن معاذ الشرقوي وبنحاول نعرف معاذ فيه وبنحاول نسأل الناس اللي مشاركة في الحوار الوطني يا جماعة الخير ومش قاني الاوان ان انتو تفوقوا من هذه الغيبوبة هو مش قاني الاوان ان انتو تسألوا على صاحبكو طيب مش قاني الاوان ان انتو تاخدوا موقف عشان خطر صاحبكو المختفي قصريا